في حاجة غريبة ومش مفهومة بتحصل في ملف الغاز الطبيعي في مصر ورغم الأرقام الإيجابية اللي حققتها صادرات الغاز السنة اللي فاتت وكان لها دور مهم وفعال في مواجهة أزمة نقص العمل الأجنبية إلا أن الأرقام تراجعت بالشكل مفاجئ السندي فأترى إيه اللي حصل في ملف الغاز وهل أزمة الكهرباء وانقطاع الطيار لها علاقة بتراجع صادرات مصر؟ وفقاً لآخر بيانات رسمية صادرة الشهر اللي فات رجعت قيمة صادرات الغاز المصرية اللي بتشمل الغاز الطبيعي والغاز المسال للشهر الثالث على التوالي خلال إبريل 2023 وفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة على الجهاز المركزي للتعباقة العامة والإحصاء انخفضت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 75.6% على أساس سنوي وحققت قيمة الصادرات الإجمالية ومن بينها صادرات الغاز 3.38 مليار دولار خلال إبريل 2023 فمقابل 5.5 مليار دولار حلال نفس الفترة من 2022 وساهم انخفض قيمة صادرات الغاز المصرية في تراجع قيمة الصادرات الإجمالية للدولة بنسبة 44.9% عشان يكون التراجع الثالث على التوالي بعد انخفض قيمة الصادرات بنسبة 34.6% في مارس وأزهرت أرقام صادرات عن مبادرة بيانات المنظمات المستركة تراجع انتاج الغاز الطبيعي في مصر لأدنى مستوى في 3 سنين خلال أول 5 شهور من 2023 وده أصار تساؤلات حول جهود الدولة اللي بتسعى لتحويل مصر لمركز أقليمي للطاقة وبتواجه مصر طلب متزايد على الغاز داخليا في ظل أزمة انقطاع الكهرباء في وقت بتسعى فيه للعب دور في تزويد المنطقة بالغاز من خلال بيع انتاجها من الغاز السوق المصرية تلقت دعم كبير بعد اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحق لظهر العملاق للغاز في عام 2015 وقالت الحكومة في الصهر اللي فات ان انتاج حق لظهر بلغ 2.3 مليار قدم مكعب يوميا انخفاض من 2.7 مليار قدم مكعب يوميا في 2019 وقال محللون وعدد كبير من خبراء قطع الغاز اللي أكدوا ان الانتاج تراجع بسبب مشكلات بتتعلق بحق لظهر واللي بتقدر احتياطاته من الغاز بنحو 30 تريليون قدم مكعب وبتبلغ قدرته الانتاجية 3.2 مليار قدم مكعب يوميا وبيوفر الحق لحوالي 40% من اجمال انتاج الغاز في مصر لكن الحكومة نفت الكلام ده وقالت ان ما فيش اي مشاكل في حق لظهر وانه بيعمل بكامل طقته الانتاجية واعلنت الحكومة في يوليو تتشين برنامج بتصل امتو لـ 1.8 مليار دولار لحفر قبار لتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودم تنيل واستكشاف حق لنرجس البحري اللي بيتوقع وصول حجم احتياطاته لحوالي 2.5 تريليون قدم مكعب وخفضت وكالة فيتش توقعاتها لانتاج الغاز في مصر في عام 2023 بواقع 4% بعد ما كانت توقعت في وقت قبل كده ارتفاعه 1% على اساس سنوي انا اشراكت اشرف و الى اللقاء